السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمرا على اساس نقدر نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضريتك وحضريتك ان شاء الله تستفيدوا منه اول حاجة قبل كل حاجة ارجو ان احنا ملوقاش اصلا الناس تقال على حضراتكم وطبيعي يعني اصلا هو يعني بالنسبة لليوتيوب ده من افضل الحاجات اللي انت متخشش فيها لها الحاجة اللي انت عايزها يعني هو اصلا مش تلفزيون مفتوح فاللي معروض عليك معروض سواء انت عايزه او مش عايزه تمام وبرغم ان التلفزيون برضو انت في ايدك رمود تقدر ايه تحول وتقدر تدخل تمام لكن انا بتكلم على اليوتيوب خاصة اليوتيوب انت مش هتخش الا على الحاجة اللي انت عايزها ماشي فانت لقيت فلان من الناس ماشي وليكن العبد الفقير اصلا ممل وكلامه سمج ماشي انت ايه اللي خليك تخش عنده ده انت هتدخله بنفسك تمام فانا لما بي اخش بيت وانا لقي ان انا اصلا يعني نفسي مش مش راضي عن البيت دوت اسيبه واخرق صح ولا لا بكل اذب و بكل احترام ولا داعي ان انا ايه يعني اعيب في اهل البيت لان الكلمة الطيبة اللي انت هتسيبها هي الاصر اللي هترد عليك هي الاصر اللي هترد عليك فالكلمة الطيبة ديت اما اللي هي تتقال او تتكتب كما قال الله عز وجل وما ينفض من قول الا لديه رقيب عديد فاللبز اللي بيتقال على فكرة بيخش في تفسير الآية اللبز اللي بيتقال او اللي بيتكتب يعني مش مسألة ان انت كتبته خلاص لأ ما انت اصلا كأنك قلته تمام فعشان واحدة من الناس تخش اصلا تقولك الفيديو طويل وممل انت مالك يا سيدي انت مالك خلاص ما تطفيه وتمشي وانا اكبرتك ان انت اصلا تعودي وتشفيه وانت بتصرفي عليها انت مالك انت طويل وصير انت مالك ماشي بس هتعرفي ان انت الكلام اللي احنا بنقوله ماشي هتحتاجين الله اكبر الله اكبر فذاني ما بقول لحضرتي لقيت الفيديو من اللي انت مالك ومالك ما تسيبي وتمشي بس انا بقول كويس الكلام اللي انا بقوله هترجع وتخشي وتشوفي تمام لان انا واسط في الكلام اللي احنا بنقوله كويس انا واسط في الكلام اللي احنا بنقوله ايه كويس تمام يعني اصلا ما تتصرعيش ده يمكن اول فيديو شوفيه ما تصبر يمكن عشان تعمل الحكة كويس تمام فانا ما بحبش يعني اصلا بمعنى اصح احنا ما دخلناش المجال دوت الا المارضات اللي عز وجل فعشان تسمع او تقرأ كلمة مش كويسة دي بتسيب ايه اثر عند مرضى القلوب لكن احنا بفضل اللي عز وجل نظن ان احنا فيه جنة وجنة اللي عز وجل عمار فانت الكلامك مش هيفرق معي على الفكرة هطول هأثر لحاجة اصل ترجع لي تمام وترجع برضو للناس اللي موجودين في القناة انت واحدة انت واحدة مش هتفرق معي على فكرة مش هتفرق معي ولو القناة دي تبقى فيها واحد بس او واحدة بس بس تكون عارف ان هو فعلا بيرقب في الشئ دوت احنا عنونا ليه ماشي فارجو ان الناس تتقدب لان دي بكل صدق هي اصلا يعني ايه بكل صراحة ايه اللي تقدب وبطر عن نعمة لان اللي احنا بنعمله دوت بقولك اصلا دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك ان انت دخلت القناة دي فاتخليك محترمة ماشي لان الكلام اللي اتقال مفوش نوع من اللي احترام ماشي واولى ليك ان انت تخرج على فكرة انا كنت موكي اصلا امسح الكومنت دوت اصلا وخرجت من القناة خالص لكن لا فاعشان ايه يبقى شاهد عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى تمام اه اللي قدامي بس دي كانت كلمتين ايه زي ما بيتقالوا ايه يعني لازم يتقالوا ايه اه الفستان اللي قدامي دوت ماشي فستان صوريه قد ماشي اه عايز عايز صاحبته دوت من سلط سلة التصلحات ان انا باخدها عشان خاطر حضراتكم. عايزة تعمل لكم. عايزة تعمل لكم. هو كده كده قريدها يتلبس تحتيه بضر. ليه? لان السدر بتاعه ايه? شفرت طل مترس. ماشي? فايه? فعايزة تعمل لكم. فانا زين بقول لحضراتكم هو كده كده قريدها يتلبس تحتيه ايه? بضر. فاما اصل هو ايه هو? هو تركبته ايه? القماشي اللي هو ده. الترتر ده اللي هو اشر السمك احنا بنسميه اشر سمك. تمام? وطلف عادي و ايه? مترسع عليه قلماز اللي هو بيت ايه? بيتلزق بالسخونية بالمكوى. تمام? وهو بقية الفستان شفون. بقية الفستان ايه شفون. فانا عندي خرين. اما ان تكون من نفسه يبقى من الطلف. ودوت على الفكرة الغالب. المفروض ان هو يبقى ايه من الطلف. على اساسي بقية. فيكن ترسط ما بين الجزء الفقاني اللي هو مفروض ان هو يبقى كله طلف. تمام? ايه؟ و بقية الايه? الفستان. لان الفستان في تلت خمات. الطلف. اشر السمك. الشفون. ماشي. فانا يستحب ان انا اخد الجزء الفقاني على بعض طول. ماشي. ودوت الجزء اصلا هو اشر السمك اللي هو اخد منطقة الكورساج دوت. وبعد الشفون معي. تمام. فهي يعني انا هي راحب بالفعل. لقيت نفس اشر السمك ده. فجابت منه ايه? ومشكوم. تمام. وعايزة تعمل له ايه? اولا يجب ان انت توعظ حاجة. ان الفستان نفسه كتفه منحور. يعني ايه? الكتف داخل. داخل اللجوة. يعني الكتف ده كله كان. بص خبراتكم اروا. الكتف عامل معي 30 سنتر. لكن هي المفروض كتفها كان 38. يعني فيه 4 سنتر نقصين من هنا. وفيه 4 سنتر نقصين من هنا على الكتف. فهل يطال ينفع يتركب له كوم? اه ينفع يتركب له كوم. بس شرط. ان الكوم اللي هيركب لازم يكون فيه كسر. ليه? لان انا الكتف لسه في الجزء ده. فازاي هتركب كوم? والكوم هيخش الجوه. لا يبقى لازم فيه كسر هنا. تبدي اتساع لموطقة الكتف ويبدأ ينزل الكوم بعدها. تمام? فانت لما تيجي تاخد طول الكوم دوت لازم صاحبته تبقى لابسة الفستان ده. عشان ارواح جاي واخد من هنا كده الطول لغاية ايه? لغاية طول الدرع بتاعه. ماشي? ان انا ارواح جاي واخد من هنا الطول لغاية الدرع بتاعه. لان انت لو هو من المعتاد هتيجي اصلا الكتف عندك هنا اهو. فهتيجي تروح واخد الكوم ده كده. طب والحتة ديت. تمام? هتقصر معك ايه? ثو الكوم? والكوم هيبقى شاحط. يعني ايه شاحط? لان اصلا هو دخل عالكتف. فانا اتغاضى النقطة دي ليه? الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم. اتغاضى النقطة بتاعت القصار الكتف ده بايه? بثلاث كسر واحدة في النصر واحدة شمال واحدة يمين. عشان ايه? اه تعود النقص في الكتف ده. وبعد كده اخد طول الكوم معي. ماشي? فدوت اه 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 اللي انا بقوله الحضرات. بايه بالفعل. جابت اه اه طبعا انا خليتها ايه قاسك الفستان دوت. ماشي? وبعد كده خدت طول الكوم. خدت ايه? طول الكوم. اه ثانيا في نقطة تاني. ماشي? ان الفستان دوت سوستيتو جنب. سوستيتو ايه جنب? تمام? طب انت هتعمل الكوم فانت هتقفل على السوستة من فوق. يبقى اللي اتساء ان هي بتلبس منه خلاص راح منها. فوالله ليه حلين? اما ان الفستان ده الكرة زي اللي هو في ايديا. فبالتالي ان السوستة ديت هتبقى ايه? عامل مساعد بس في اللبس? او ان السوستة دي اساسية. لو هي عامل مساعد بس في اللبس? خلاص. ما يهمش يبقى هتبقى ايه? هتركب وتكم معاك عادي. والسوستة ديت هتفتح بس وقت ما ايه? ما هي بتلبسها. لكن لو حاجة اساسية لا. هارجي من ورا هنا فاتح. ومركب سوستة. عشان بس يبقى عارفين. تمام? خمل اكرا زي كده? انت بخلاص. انت تعرفت كده? عشان ما تشتغلش خلاص. تقولها طبعي حولت الفستان ده سهل ان انت تلبسيه والسوستة مقفولة? قالت لك اه خلاص ماشي. قالت لك لا لا يمكن ما ينفعش. خلاص. يبقى ايه? يبقى هتقف المكان السوستة دي وتفتح سوستة ايه? في النص من وره. تفتح ايه? سوستة من نص من وره. تمام? فهي بالفعل اصلا يعني ايه? ادرت ان هي تلبس فستان دوت مع عبودة ايه? السوستة مغلقة كده. اذا السوستة دي عامل مساعد فقط لابده. تمام? فان هبدأ دلوقتي هروح جاي بالقماشي اللي هو طول المطرر دوت. اه سوري معلش اللي هو ايش بالسمك دوت. وهو قصل منه كمة. زي اللي انا ايه? قصلت بالضبطة. تمام? وطبعنا نتعرفين احنا من قصل كمي الزهن. بس المهم دلوقتي بقى النقطة الاساسية ان قادة كمة اهو بيجأ. اروح عامل بقصرتين بتوع اهم. تمام? ماشي. ماشي? ادي القصرة اللي في النص. انا مش عالف يا بينا. اه اه ايه. ادي القصرة اللي في النص. اهي. اول حاجة. وتروحها منها لبدا بوسكت. ادي قيمة ايه? القصرة اللي في النص. ماشي. وايه تاني? قلت لك في قصرتين تاني. واحدة شمال واحدة يمين اهم. انا كده خطي اول حاجة دي اهي الواحدة. وقادة قصرتين التانين اهم. يبقى كده انت عملت ايه? القصرة الرئاسية انا في النص بتاع القصرة شمال. وقصرة يمين. دولم ليه? اولا هيبدي له القصرة شكل. سنين هيعوضوا ايه? نقص الكتف عشان نبقى عارفين. وبعد كده قص الكومة بالطريقة العادية اللي احنا ايه? اه بنقص ليه? اللي مش عارف الطريقة يكتب لي في الكومنت اصلا فين فيديو الكومة انا هحطوله بنفسي. تمام? او نسيب فيديو الكومة في صندوق الوصف لحضراتكم. تمام? وشوفوا بعد ما انا بقول دلوقت او هسيب فيديو الكومة في صندوق الوصف لحضراتكم هتيجي حد عارف داخل يقولي واخير فيديو الكومة. شون انو عارفين بس. وبعد كده ربحت قص الكومة اهو. التانم عالي. ماشي? اه بس ما بتنش مكان. اه اشب السمك دوت ما بتنش مكان. بياخد شريط لازق. اه شريط اللازق اللي هو الوشينا جناعة في منه ايه? اه في منه عريض وفي منه كنز. العريض دوت يستخدم في التانية. يستخدم في الكومة اللي زي كده. لكن ما يستخدمش مسلا في لازق السدر او حاجة. الكنز هو للسدر والكلام ده. عشان بس ايه? لقيت اني ناس بتستخدم ايه? العكس. العريض لكله او الكنز لكله. لا ما ينفعش. تمام? فقالة قمه هو عملته ولزقت ايه? بتاع دورك تمقفل ايه? القمه على الكسطورة بتاعها. وبعد كده ايه? خلي بالك برضو نقطة اساسية ان قشر السمك دوت لما بتيجي تعمله اوفر سهل جدا ان هو يقصر الابرة. هو كده كده مش محتاج اوفر. التن ما بحتاجش اوفر. لان قشر السمك ده بيبقى في الاساس محطوط على تن. بس هو بيبقى ناشف. لما تيجي تشتغل به على مكانة الاوفر. بيقصر الابرة. فاما ان انت تشتغله بالقيد كده او تسيبه زي ما على وضعه. على وضعه كده. تمام? وما تنساش حاجة. ان كمه زي كده برضو ان قشر السمك دوت. لو لامس الجسم. هيبقى ايه? حاجة خشنة. فهي كده كده فيه ايه? بضي ملبوس. عشان نبقى عارفين برضو. بعد كده انا هرقجي. بعد ما زبطت هزبط الكسر بتاعتي. واجي ايه? مدخل. هزبط الكمه دوت بقى كده. وهوري حضراتكم انا هلكبه ازاي الاول. عشان طبعا ايه? بدل ما ان انت ترساتح الكلام ده كله. وانطلع القماء وانطلع. الكلام ده ده ياخد وقت منه كبير. لأ انا هدخل الكمه قدام حضراتكم. وايه? وانصرقوا الاول. وبعد كده بشي مرفيعة بروح ماشي على الكمه من بره. بشي مرفيعة كده تديله شكل ومضافة. ماشي? عشان ما فكش ايه? التل ده. التل فكته باص. هيبدأ يقطع معاك وغير كده. طالما تخرم بالابرة. لما تيجي تجمعه تانا هدخل ايه? اللي خرام بتبدأ توسع منك. الكلام اللي احنا بنقوله متجرب. فانا بديك الخلاصة بتاعتي. عشان بس ما بقاش الفيديو ايه? طويل ومملي. ماشي? اه فدوتي ده انا بقول. اه هزبط الكم دوت مكوى وهزبط القصر بتاعتي وههريكوا ايه? احنا هنركبه زي بالابرة الاول. ماشي? اه هبدأ دلوقتي انا زي ما قلت لكم انا فانيت الكمة هنا هوة بالشريك اللاز. بتاعتي كده هقفل الكمة ماشي? على الكسطورة بتاعته اهيه. كده اكون متقفل تعالى نعمل حسابنا ونشوف انا معايا ادي ايه. ادي ايه? ادي ايه الكسره اللي في النص. تمام? اهي. تعالى كده عملها اهي ادي الكسرة اللي في النص اهي اه خلي بلق لو انت معك كمين الكسرة هتوب عكس بعضين يعني الكسر هنا في الاتجاه ده الكمي التاني هيبقى في الاتجاه اللي عكسي تمام ازاي هقول لحضراتكم اهي دلوقت اهو تمام ادي اول كسرة بتاعت النص ودي الكسرة التانية اللي بعديها ها وبعد كده الكسرة اللي قابليها اهي كده شوف كل الكسر جاي علي في الكم ده الكسر جاي علي لكن التاني لا الكسرة الكسرة هتروح ايه رايح انا حيط الدواصة بتاعت الماكن ادي ايه ادي دول كده تلاب كسر بتوعي تعالى التاني اهو بالمرة ايه قسرة النص اهي هتروح بقى ايه ناحية الماكن اهي عشان يبقى الكسر مش في اتجاه واحد الاتنين الكسر كله ايه ويكون معكس التاني ادي الكسرة التانية ايه دي الكسرة التالتة تمام يبقى احنا كده زبطنا تكم على ايه على التركيب تمام اه اه اركب واحد عينة كده ونشوفه بعد كده ايه نركب التاني مع بعض يبقى احنا زبطنا ايه القسر بتاعتنا كده ماشا يا جماعة تمام تمام نزبطوا كده ونركبوا ونشوفوا ايه كعينة للتاني ده حضر اركبوا ايه اللي احنا ركبناه وعينة للكمة التاني اتركب اهو شايف النظافة بتاعته مش باين فيه اي خياطة مش باين فيه اي حاجة تمام تعالى بقى نركب ايه نشوف الكمه هيتركب ازاي ادي اهو واحد بس تركب على اساس نشوفه تمام تعالى نجيب ايه ايه؟ اه نركب التاني مع بعض ماشي اه اه ادي اجيب الكمه التاني اهو شايف القسر هنا اهم حاجة تكون دي مزبوطة في نفس الاتجاه يعني اه عكس الاتجاه كده بالزبط هنيجي هنا هو كده نركز مع بعض كده اهه ادي الكمه حضراتكم اهو تمام نشوف ادي الكسر بتاعتي اهيه نتزبطة بالزبط و ادي ايه الكمه نفس ايه الكمه التاني بالزبط بشكله بتركب اول حاجة باجي اروح جاي من ايه؟ نسرج الكمه ده الاول نسرج ايه الكمه اول تمام؟ وايه اركب الكمه كله ايه؟ سراجة زي ما هو كده هركب الكمه ايه؟ كله سراجة زي ما هو كده تمام؟ ماشي خلا اه نركب الكمه بقى ونشوف ايه ادي يعني دي جزء ايه صغيرة اركب الكمه ونشوفه مع بعض نرد مع بعض ونركب الكمه بعد ما ايه صربنا ماشي هادي الكمه اهو دوت ماشي لاحظ معايا ان انا شغال بايه؟ بالنص رجل ليه؟ عشان ماجيش عند ايه؟ عند الارماص ده خالص واضطر ان انا شيله بالمكوى وبعد كده رجعه تيب لا هشتغل اهو بالنص ايه؟ بالنص رجل تعالى نشتغلوا كده بقى انا القلبين كده ماشي؟ عشان اعرف ادخل المكنة من جوه واعرف ايه اشتغل ماشي انا بقى دي بقى هول فستان على ايه؟ على ضغره ماشي ارجو ان احنا بس ما نكونش ايه طولت على حضراتكم بس عشان ايه؟ الحاجة نبقى ايه؟ شايفينها بالضبط ادتكم اهو كده اهو متصرق تعالى بقى ايه؟ عشان اعرف اشتغل كويس لازم المكنة تخش ايه؟ من جوه كده بص خضراتكم هاجي بقى كده اهو شايف انا همشي ازاي؟ كده ادي الجزء بتاع ايه؟ بتاع القدماظة اهو عشان يكون ايه بعيد عنه بقى هنا كده تماما يا جماعة؟ اهو ماشي وهامشي بقى ايه؟ بالمكنة بنفس ايه؟ بنفس الوضع ده كده بالضبط شي مرفيه عالخطه خالص كده عشان ما تبانش معاي اهو ماشي؟ نخلص بقى انكب الكلام دوت وايه؟ وارغولكوا بعد ايه ما خلصونا؟ بس انا بديكم البداية على اساس ايه؟ وعارفين انا ايه مشيت فيه ازاي؟ ادي بكم حضراتكم بعد ما ركب اهو تمام؟ هبدأ بقى ايه اروح شايل ايه السراجة بتاعتي دي خلاص؟ وادوس عليه مكوى وارغولكوا بقى ايه؟ بقى هو متعلق ان شاء الله مش هتلاحز ان في فرق يعني ان في حاجة رجبة يعني كأن الموديل بتاعه هو ايه؟ بنفس الشكل ده كده ماشي؟ اعملوا كده ونشوفوا معه ادي حضراتكم الكمة اهو بعد ما ركب ماشي؟ عاليش ممكن تلاقي الاضاءة عشان الترتر نفسه هو اللي بيباني ادي الكمة اهو ماشي؟ تحس بقى ان هو ايه؟ مفيش فرق ما بينه وما بين ايه؟ الفستان او حاجة رجبة فيه هادي الكمة التانية اهو ماشي؟ هادي الكمة التانية اهو ماشي يا جنة كده بفضل الله عز وجل يبقى احنا ايه؟ خلصت الفستان دوت من ضمن قائمة تشغيل اللي بتاعت سلسلة الاصلاحات او التصريح ارجو لقدركم ان اي حد استفاد مننا كلمة ماينساناش من داعه بظاهر الريب اه الدعاء بظاهر الغيب ده شيء اساسي نبطلوب من حضراتكم مش طالبين حاجة غير كده اه ايه تاني الاعجاب بالفيديو على اساس نقدر نوصله الاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه واخر حاجة اقولها لحضراتكم اداني على الخير كفاعلة وايه تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة